هنا يقضي هذا الشيخ أغلب أوقاته عم ميرا الذي يقطن في جبال سيدي بازيد يحول الخشب إلى مادة القار الأسود أو ما يعرف محليا بالقطران وهي المادة التي تستعمل لعلاج الأمراض بطريقة تقليدية وتستعمل حتى لعلاج الماشية القطران نحو الحطب ونجروه ونحو نقل في قسمير ونحطه في الخنب ونجره حطب ونجره كما ونجره في البرماء ونضعيها النار وعليها عنياتك في الدخان ذاك في الجابية يطلق في الدخان أضرب 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 يجب طبختين يسكبونه قربة قربة تاقطران عمل شاق يقوم به هذا الشيخ الذي بلغ من الكبر عتية إلا أن كبر سنه لم يمنعه من مزاولة هذا النشاط منذ سنوات الحمد لله يا ربي الكافة في العفاث ضربت منها حجة ضربت منها أمرها بالمقاولين والاستلفية مع الدولة والذيك كدل اليمين حسب الله هو الوكيل ربي حسبنا لا؟ على الجابين مهنة صناعة القطران تكاد تكون مفقودة إلا أن عم الميرا يحاول توريثها لأبنائه ويطبوها القلن نعجة يسلوه يطبوها القلن بعجرابه على النموس وعلى قلعد هذه الكترة هكثة الكترة موسيقى فرواك الكترة خارجة بكري نحن عدنا خابية كبرة وعدي أبوي يخدم من زياد 32 سمى منه كبر 20 سنة وقد بدر الخابية هذي ونزار نحن نمرسون من هنا تعوي نزارنا نمرسون نخدمه إن شاء الله ونقوذ تعليه في هذه الجبال يجيد الكثير من سكان المنطقة صناعة مادة القطران لكن عم الميرا أمهرهم بخبرة ستة عقود من الزمن